وإلى الشارقة حيث يحتضي المجمع الإمارة للبحث والتكنولوجيا والابتكار عددا من الشركات الناشئة التي تختبر أساليب مختلفة من الزراعة الحديثة والمستدامة تلين أبو جلالة زارة المجمع وعادت بالتقرير التالي هذه تقنية مزرعة البرج التي تعتمد على الزراعة العمودية وهذه تقنية المزرعة الأفقية وهو نظام زراعي قابل للتكديس بدلا من استخدام مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية كلتا التقنيتين لا تستخدمان التغذية بالسماد مطلقا بل تعتمد على الغذاء من فضلات الأسماك التي تملأ هذا الحوض حيث تتحلل وتنتقل مع المياه عبر هذه الأنابيب إلى جميع النباتات إضافة إلى حلول الزراعة المستدامة لدينا مشروع المياه المستدامة وهو نظام محاكاة للأمطار من خلال محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية حيث نحصل على مصدرها من مياه البحر والمياه الجوفية هذه الفكرة تقوم على إعادة هندسة التقطير الشمسي والتي تعتبر أساس التقنية التي عرفها البشر منذ ألاف السنين إنها إحدى الشركات الناشئة في مجال الزراعة المستدامة والتي يحتضنها مجمع الشرق للبحوث والتكنولوجيا حيث بدأت شركة مارلين بتوزيع منتجاتها الزراعية على مؤسسات حكومية وجامعات في مدينة الشرقة وتتطلع لتوسيع عملياتها والبدء بالتصدير إلى السوق حالما تجد التمويل المناسب ضمن خطتها للعام المقبل المجمع يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشرقة في تعزيز مكانة مارك الشرقة كعاصمة للبحث العلمي والاتكار للمنطقة يهدف المجمع طبعا إلى تعزيز القطاعات الحيوية للاقتصاد نوفر للمشاريع هذه الأراضي التي يحتاجونها نوفر لهم البيئة الخاصة سواء العلاقة بينهم بين الإقطاع الأكاديمي أو التشريعات المناسبة التي تساعدهم منها وفي نفس الوقت نوفر لهم حتى المادة إذا كانت حاجة هناك ويحتضن مجمع الشرقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار شركات ناشئة محلية وعالمية تختص بالحلول المبتكرة في قطاعات التكنولوجيا الرقمية والمواصلات الذكية والبيئة المستدامة والطاقة المتجددة